اشتركوا في القناة اشرف لمجتمعنا الحاضر وللأمة الإسلامية وهذا لا يكون إلا من طريق إقامة الندوات أو المؤتمرات لذا قرر مجمع الإمام الحسين عليه السلام العلمي لتحقيق تراث أهل البيت عليهم السلام إقامة مؤتمر خاص لأستاذ العلماء المحقق مرزى محمد حسين النائيني قدس سره بالمشاركة مع مركز مديرية الحوزات العلمية في قم المقدسة وتعقد هذه اللقاءات مع أساتذة حوزة النجف الأشرف لأجل توضيح شيء بسيط عن مراحل حياته المباركة للمجتمع ولطالبة الحوزة العلمية وحثهم على المشاركة في هذا المؤتمر المبارك الذي سيعقد في شهر ربيع الأول من سنة 1446 للهجرة أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ محمد حسين الغروي النائيني يتميز المرزى رضوان الله تعالى عليه على أقرانه بمكانة علمية خاصة وينقل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهما أنه أيام ما كان في سام الراء والمرزى بعد لما يتجاوز العقد الثالث من عمره الشريف أنه كان موضع أشارة الأنامل وأن له مكان خاصة عند المرجع الأعلى الزعيم في حينه المجدد الشيرازي وأنه كان يوليه اهتماما خاصا ويحضره مجالس أهل الحل والعقد والشؤون التي تهم الأمة الإسلامية وبعد أن انتقل إلى النجف الأشرف صار له عند المحقق الآخند الخراساني موضعا ومكانة خاصة فصار من أعوانه ومن حضار مجلسه الخاص إذ كان المجلس الخاص الذي يعقده المحقق الآخند ليلا في داره يعنى بحل المسائل المشكلة التي ترد إليه فما كان الميرزا من تلامذة المحقق الآخند كما قد ينقل على بعض الألسن وبعد وفاة الآخند الخراساني بأشهر شرع الميرزا رضو عن الله تعالى عليه بدرسه الخارج أصولا وفقها وبشكل منظم تميز درسه بأمرين رئيسيين الأمر الأول أنه كان درسا نخبويا فكان كما وصف المحقق الطهراني أن مجلسه لا مجال فيه لأواسط الطلب أو المبتدئين وإنما كان حضار مجلسه من تعقد فيهم الآمال الأمر الثاني في درسه هو أن المادة المطروحة فيه لم تكن هي عبارة عن نقل ما ذكره الأقدمون إلى المعاصرين وإنما كان في هذا الدرس يثير دفائنا العقول في البحث والتحقيق حتى نجد أن نظرياته إلى اليوم منذ مئة سنة أو ما يزيد قد طرحها الميرزا ولكنها تجد هذه النظريات إلى يومنا هذا هي متصدرة في الأبحاث الخارج الأصولية ولذلك يتعارف في أوساط الدروس أن الدرس الأصولي الذي لا يذكر فيه مباني ونظريات الميرزا يعد ذلك مثلبة في هذا الدرس حتى عد ذكرى نظريات الميرزا هو من ضرورات الدرس الأصولي ولعل تميزه العلمي غطى الحديث عن ورعه وتقواه واحتياطه فكان رضوان الله تعالى عليه غاية في الزهد والورع والتقوى ومثالا للأولياء الصالحين يصفه المحقق الطهراني بأنه إذا وقف للصلاة ارتعدت فرائصه وابتلت لحيته من دموع عينيه ويقول نجله الميرزا علي أغا أنه عندما كان يرى الظريح المقدس الحضرة الشريفة ينقطع عنا بالمرة وكأنه ليس معه أحد ويتوجه بشراشر وجوده إلى الحضرة المقدسة الشريفة وكان قدس سره مواضبا على قيام الليل ويوصي بذلك حتى أنه يرى أن لذلك دخلا في طلب العلم ينقل عنه تلميذه الميلاني أنه أنا لا أدعي أن صلاة الليل أو قيام الليل شرط في حصول الاجتهاد ولكن لا شك أن لها دخل في ذلك ومن الدروس العملية التي كان يربي عليها محيطه أنه ذات مرة السيد الجد وأخوه الأكبر كان من حضار درسه الشريف ومن المعتقدين به ومن المستفيدين من منهل علمه أنهما عندما أراد أن يصلي خلفه كان يصلي في الحرم الشريف جاء إليه وطلب منه أن يقرأ صلاته لهما حتى يصلي خلفه ففي الحقيقة هكذا موقف لو يحصل لأواسط الطلبة فماذا يمكن أن يكون جوابه؟ المرزة بلا أدنى تردد أو تأمل ابتدأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ لهما صلاته وما كان هذا إلا ليعلمهم أن تعيشوا مع الآخرين بكل بساطة وأنه وإن كان الأستاذ الأكبر في حينه إلا أنه يعيش مع طلبته ومع بعقية الناس كأحدهم والحديث عن هذه النفس الملائكية طويل ومتشعب ومن هنا نشد أضد القائمين على هذا المؤتمر العلمي الخاص بالمرز النائني رضوان الله تعالى عليه الذي أخذ على عاتقه تسليط الضوء على كل تلك الجوانب مهما أمكن وتقديم نظريات المرزة رضوان الله تعالى عليه التي لا زالت لها وجودها الكبير والفاعل في الأبحاث الخارج وتقديم نظريات المرزة النائني رضوان الله تعالى عليه بلغة معاصرة ونأمل من المهتمين من الباحثين في الحوزة العلمية ومن قارب يتخصصهم أن يحث الخطة في رفد هذا المؤتمر لزيادة التراكم العلمي والمعرفي لا سيما وأن هناك جوانب كثيرة من حياة المرزة ومن نظريات المرزة لا زالت بحاجة إلى البيان والتقريب والدراسة ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر